تصريح خطير لمحافظ ريمة فارس الحباري المعين من الحوثي يفضح فيه قيادة حوثية تفاصيل عاقلة فلنتابع أسعد الله أوقاتكم بكل خير تحدث محافظ ريمة المعين من قبل الحوثي فارس الحباري في أحد المقابلات التلفزيونية الحديثة كاشفا عن ممارسات طائفية من قبل قيادته في الحكومة الحوثي وقال الحباري أن وزير الصحة طاه المتوكل أقدم على إقالة مدير أكبر مستشفى في المحافظة والسبب هو أنه يضم يديه في الصلاة ويضعها فوق بعضها ولا يرسلهما ويصلي مسربلة واشتك الحباري في المقابلة من إهمال الوزارات الخدمية وقال الصحة عندنا نوم وكل المجالات وأكد الحباري أن وزارة الصحة لم تقدم شيئا لمستشفيات محافظته وما عندنا إلا ما جابته المنظمة الكاذبة حد وصفه